اشتركوا في القناة او الفرق اللي ما بينهم طفيد جدا ومش يفرق معنا دلوقتي ومش محتاجين نقوله اه كوني بقول على المسود فونجشن او على الفونجشن المسود هم حاجة واحدة مجرد مصطلح مختلف لنفس الحاجة طيب ايه هي المسود و ايه هي الفونجشنز و ايه المصطلح ده و المصطلح ده في كل لغات البرمجة و مصطلح يعني اساسي كده او طول او حاجة بنستخدمها بشكل اساسي جدا كل ما يخص البرمجة طيب تعال كده ناخد مثال صغير مع بعض او انا جيت قلت انت اكس بتساوي عشرة وجيت قلت انت واي بتساوي اربعة طيب انا لو عايز اجمع الاتنين دول اقدر ان انا احطهم في variable احط الناتج بتاعهم السم احطه في variable اقوله اكس زائد واي واطبع السم صح? عشان يطلق لي الاربعتاشر او نتيجة جمع الاكس والواي او ممكن اعمل ده بطريقة مختلفة يعني ممكن اجي اقوله كده اقوله اكس زائد واي على طول ينفع? اه ينفع جيت هنا في البرنت جوه القصين بتاع البرنت قلت له اطبع لي الاكس والواي وطلع لي النتيجة على طول من غير مخزنها في variable وهيطلع حالي مش مشكلة خالصة طيب لو انا عايز اجمع رقمين غيرهم يعني اعيز اجا اقول له انت اي مثلا ايكوال تسعة واقول له انت واي انت بي مثلا ايكوال عشرة ايكوال تلاتة اي حاجة وهقول له والله اطبع لي الاي بلاس البي تسعة و تلاتة اتناشر صح؟ وهيطبع لي عشرة و اربعة و اربعتاشر يعني هيتبع لي اربعتاشر و اتناشر طيب كويس فيش مشكلة طيب لو عايز اطبع اجمع يعني رقمين كمان للمرة التالتة بقى يعني عايز اجي اقول له انت او مثلا تساوي ثلاثة واقول له انت بي بتساوي اي اسم فاريبل زياني تساوي احداشر تساوي عشرين تساوي اي رقم قلت له اس او يو دابليو اس او يو تي ده الاختصار بتاع البرينت بدل مكتب سيستم دوت اوت دوت برينت بكتب اس او يو تي اختصار يعني اقول له اجمع لي الاو زائد البي وهاجي اعمل رن هيتبع لي الاربعتاشر هيتبع لي الاثناشر وهيتبع لي التلاتة وعشرين طبعا ‫اللي انا بعمله ده مش صح يعني مش صح ان انا عمال شبه.. ان انا باخد الكود كابي ومجرد ان انا بغير في اسم الزاريبل او مجرد ان انا كل شوية عمل одеكلار ة74 يعني اعمل اعمل طب افرد ان انا عايز اكرر العملية دي اللي انا كررتها دي مرة مرة ثلاثة عايز اقررها عشرين مرة كده هكتب كود كتير ده مش صح قالك لأ انت ممكن تخلي عملية الجمع دي تحطها برا في مكان برا منعزل لوحده ولما تيجي تجمع تنده المكان اللي برا ده يجي يهملك عملية الجمع يعني تقدر تشبهها كده ببوكس صندوق انا هحط عملية الجمع دي في صندوق وهدي الصندوق ده اسمي البوكس ده اسمي كل ما يجي احتاج ان انا اجمع اقوم عامل انده او اقول اسم البوكس ده او اسم السندوق ده يجي ينفذ المحتوى التياه او ينفذ الجزء اللي جواه انا ممكن يجي كده اقوله public static void add مثلا وهقوله in number one وهنعرف دلوقتي كل حاجة فيهم بتعمل ايه وهقوله in number two او second number يعني ايا كان وهاجي هنا اقوله والله اطبع لي number one زائد number two طيب كلمة public وstatic و void واعني احنا مش عارفين ايه الشكل ده وايه المنظر اللي انت كتبتو ده بس يعني تعالى كده نلاحظ حاجة تعالى قبل بس ما نفسر حاجة حاجة كلمة كلمة فيهم تعالى ناخد بالنا من حاجة الجزء ده اللي انا معلم عليه دلوقتي نحس ان هو الشبه الجزء ده يعني عندك كلمة public هنا وبublic هنا static void هنا كلمة main هنا كلمة add والجزء ده مختلف عن الجزء ده وهنا فيها بداية وهنا فيها بداية وهنا ليها نهاية وهنا ليها نهاية اذا ان الجزء ده المين دي المين دي هي method او function بس خليني اقول ان هي special case او هي function مميزة شوية احنا لما جينا بنفتح البرنامج للمرة الاولى كان البرنامج كتب لنا هنا write your code here صح حتة دي وقلنا ان احنا محتاجين نكتب الكود في الحتة دي وما ينفعش نكتبها برا عشان البرنامج بينفز الكود جوه المين او المين دي زي ال engine او زي المحرك بتاعي بتاع البرنامج الكود بيبدأ فيها وبينتهي فيها الكود بيبدأ يعني البرنامج بيبدأ ي execute او ال compiler بيبدأ يشتغل بداية من المين وبيخلص في المين اي كود انا كتبه برا المين مش هيشتغل او البرنام مش هيشوفه الا لما انا اعمله كل جوه المين او ان انا استدعيه جوه المين يعني ال function اللي اسمها add دي ما لهاش لازمة طالما انا ما عملت لهاش عملية الاستدعاء جوه المين زي ما هنشوف دلوقتي طيب يبقى خلنا نرجع للسبب اللي خلانا نلجأ لل functions او نجاوب على سؤال ليه functions او احنا محتاجين الميسوز في ايه محتاجينها عشان اول حاجة ما نكررش الكود بتاعنا نكتب كود اقل محتاجينها عشان ان احنا نقدر نقسم البروجرام بتاعنا لاجزاء اصغر بدل ما البروجرام كله يبقى سايح كده في المين كل حاجة بنكتبها في المين لا بنبدأ ان احنا نعمل اجزاء برا مصغرة methods or functions صغيرة نحط فيها الكود بتاعنا ونقدر نستدعيها وقت الحاجة طيب كلمة public و static مش هعرف افسرهم بشكل كامل دلوقتي دول لسه محتاجينهم يعني هنتكلم عنهم في جزء ال OOP او ال object oriented void هتكلم عنها دلوقتي ان ال function دي مش بترجع حاجة يعني ايه مش بترجع حاجة يعني احنا قلنا ان احنا بنشبه function او المسود بالسندوق او بالbox صح؟ طيب انا لما باجي افتح البوكس ده او لما باجي استدعيه انا مش مستني منه حاجة يعني انا باستدعيه عشان هو ينفذ الكود اللي جواه ينفذ الجزء ده الجزء اللي جواه من غير ما يرجعلي في الاخر حاجة من غير ما يبقى فيه ناتج للتنفيذ بتاعه هتقولي طيب انت هنا بتطبع ما هو ده ناتج اوكي هو ده بيطبع بس امر الطبعة ده من ضمن المهام بتاعت الفونكشن من ضمن المهام بتاعتها لكن هي مش شيء بيرجعلي انا بمسكه او مش شيء انا بحصل عليه هو مجرد كود بيتنفذ جواه الفونكشن في نوعين من الفونكشنز فونكشنز ليها ريتيرن بترجعلي حاجة وفونكشنز ملهاش فويد لو يعني ترجمة الكلمة دي كده معناها ولا حاجة او معناها فراغ معناها لا شيء يعني معناها ان الفونكشن دي ملهاش ريتيرن طيب او مش بترجع حاجة مش بترجع حاجة هنشوف الفونكشن دي وبعدها هنشوف الفونكشنز اللي ممكن تكون بترجع هاي طيب اد ده اسم الفونكشن لو قلنا الاتنين دول هنتكلم عنهم جوز الاو بي يعني مش وقتنا دلوقتي اد ده اسم الفونكشن ده النام بتاعها اسمها اد سميها عمر سميها علي اسميها اي اسم انا حر يعني انا مش مضطر او مش مربوط باسمه معين زي ازي الفارابل انا هنا الفارابل سميته اكس سميته واي اي بي او دي انا حر هتقولي طب بما حين دي فونكشن وانا هينفع اغير في اسمها وانا هينفع اطلع اغير في اسم المين ما هي فونكشن برضو اقولك لا المين دي ما ينفعش اغير في اسمها عشان هي كده شوية دي الفونكشن اللي الكود بيرن وبيشتغل فيها فما ينفعش اغير اسمها اي فونكشن تانية انا بعملها اقدر ان انا اغير في اسمها زي ما انا عايز طيب الجزء ده int number one وint number two الجزء ده كده بنسميه الparameter بتاعت الفنكشن الparameter بتاعت الفنكشن او تقدر تشبه الاتنين دول شبه int x والint y مشانا كنت بكتب int x وint y دول int number one ده كأنه int x int y هو كأنه int number two الparameters دي كأنها local variables هي كأنها local variables دي هنتكلم عنها في الفيديو اللي بعد الجايب الكتير variable زي اي variable مش احنا كنا لما كنا بنيجي نقول كده مثلا string name بتاوي عمر كنا بنقول ان ده الname ده variable اقدر اسميه name اقدر اسميه الشكل ده كده اقدر اسميه my name اقدر اسميه اي حاجة طح number one وnumber two دي variables برضو يعني انا مش مضطر اسميه number one ولا انا مضطر اسميه number two ممكن اسميه عمر برضو لو سميه اي حاجة اكتب اي حاجة على الكيبورد اهو طبعا ما ينفعش سمي كولان ايه ممكن اكتب اي حاجة اي حروف مش هيبقى فيه مشكلة مش هيبقى فيه مشكلة انا هرجحهم number one وهرجحهم number two طيب يبقى اذا عرفنا ان void معناها ان الفونكشن مش هترجح حاجة انا مش همسك حاجة في اي دي لما انفزها مفيش return راجعلي add ده اسم الفونكشن اقدر اغيره زي ما انا عايز int number one ده زي variable انا معرفه جوه الفونكشن وهنتكلم على شوية تفاصيل زيادة فيه الفرق بينه وبين ال variable اللي كان برا وانواع ال variables اللي هو global وال local والكلام ده ده variable تاني للفونكشن اقدر اضيف كمان لو انا عايز واحد تالت انا حر عادي جدا وفيش مشكلة في اي حاجة يعني اقدر اضيف زي ما انا عايز وهنا الجزء ده من اول الكيرلي براكت ده لحد الكيرلي براكت ده ده احنا بنسميه ال scope او ال body بتاع الفونكشن يعني ال implementation بتاعها او ده الجزء اللي هي هتنفزه او لما اجي اسأل مسلا سؤال الفونكشن اد بتعمل ايه ابص على اللي جواها ده اللي جواها ده اللي هي بتعمله ابص لقيها بتجمع number one وnumber two وفهمت ان number one ده اول variable وnumber two ده تاني variable جوه الفونكشن طيب اقدر ان انا استخدمها ازاي اقدر استخدمها عن طريق عملية الكولينج ان انا استدعيها جوه المين بص هو انا ما ينفعش ان انا اكاريت فونكشن جوا فونكشن بمعنى ان انا ما ينفعش اخدها كده اشيلها احطها جوه المين مش هينفع ما ينفعش ان انا اكاريتها جوه المين لا انا بكاريتها برا المين انا طلعت برا القوس بتاع المين اهو انا برا القوس بتاع المين تماما وعملتها برا المين ولكني هعمل لها كولينج او هستدعيها جوه المين هجي جوه المين كده وهكتب اسمها هقول add بس انا كده استدعتها عملت لها كولينج طبعا هي هنا بتاخد two parameters بتاخد number one وبتاخد number two فلازم ان انا ابصيهم هنا هو مستنيهم هنا فهقول له مثلا اجمع لي والله ثلاثين وخمسة بس طيب عصت ان انا اجمع رقمين مختلفين يعني تعال نخليهم نفس الارقام تعال نخليها دي عشرة اللي دي اربعة بدل ما نكتب الكود ده كله كتبناه بتاع 18 17 سطر ولا 10 سطور لا اخلي السطور دي في 3 سطور بس هكتب add اللي دي 9 اللي دي 3 دي الارقام اللي فوق وهكتب add هكتب 3 وهكتب 20 فهبص الاقي بدل ما انا كتبت الكود ده وكررته لأ انا خدت الكود ده خدت عملية الجمع خطتها بره في مكان واحد ولما باقوز اجمع باستدعي المكان الواحد ده وباقوز له الارقام اللي انا عايز اجمعها يعني كأنها يعني كالكيليتور كده صغيرة على الدنيا واقدر اطبع ده طبعا على عملية جمع عملية ضرب عملية اسمع يعني براحتي دي ما انا احب طيب كويس اوي 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 لو انا عملت run طبعا هعمل comment للكود ده كونترول شفت وهادوس run هيطبع لي نفس الارقام اللي كانت بتطلع من غير اي اختلاف خالص الاربعتاشر والتناشر والتلاتة وعشرين يبقى اذا الفونكشنز هي بلوكوف كود البلوكوف كود ده بيتكون من اسم بيتكون من return type هنا مفيش return type بيتكون من حاجة اسمها الparameters اللي هي الvariابلز اللي جوه الفونكشنز والبادي بتاع الفونكشن او الجزء اللي هي بتنفزه طبيعي ان انت يبقى عندك اسئلة وان انت في حاجات مش مستوعبها قوي انت اه اوكي فهمت عملية الجمع او فهمت ان احنا خدناها برا واستدعناها جوه بس عندك اسئلة كتير هتلاقي ان الاسئلة دي انا بجاوبك عليها واحدة واحدة في فيديو فيديو تمام طيب تقدر بقى انت الفونكشن دي يعني تلعب فيها زي ما انت عايز او تقدر تقلل بارامترز يتزود بارامترز اقدر حتى ان انا اشيل بارامترز خالص ببقى الفونكشنز مالهاش بارامترز ينفع عادي جدا بدل ما انا اعملهم كبارامتر لأ اقدر اشيلهم واقدر اعملهم بالطريقة دي اقدر اجا اقول له كده انت نمبر ون تاوي بس لازم اديها الرقم بقى هنا لازم اقول لها مثلا عشرة وقول لها انت نمبر تو تاوي مثلا ثلاثة ما ينفعش ان انا اعمل كده لو جيت ان انا عملت كده من غير ما اديها رقم هيطلع لي يقولي ان انت ما عرفتوش ما عملتوش انشيلايزيشن احنا عرفنا الفرق بين الدكلاريشن والانشيلايزيشن هيقول لي لازم تانشيلايزوه يعني لازم تديله لازم تيجي تقوله يساوي حاجة يساوي قيمة عشان يشتغل لما انت هتقوله يساوي قيمة يبقى انت مش هتعرف تباصي القيمة هنا يبقى الفنكشن دي هتبقى بتجمع رقمين اثنين بس انت ما عملتش حاجة يبقى انت بدل ما تعمل في الفنكشن بالشكل ده لأ انت تقدر تستغل الفنكشناليتي او الامتيازية اللي اسمع البرامترز اللي في الفنكشن تقدر تقوله انت نمبر وان بالشكل ده وانت نومبر تو طيب ايه الفرق يعني ايه الفرق بين ان انا عمله هنا فوق هنا في القصين دول او ان انا عمله تحت انت لما بتعمله هنا فوق انت بتفهم البروجرام ان انت هتباصي الارقام دي برا هنا في المين او هتباصيها لما تيجي تعمل الاستدعاء بتاع الفونكشن او تعمل لها لكن انت لما بتعمل هنا هو عايزك تدي له القيمة في وقتها عشان كده احنا مش بنعمل انت تقدر يعني لو فيه انت محتاج تعمله كده حسب الكيس بتاعتك تقدر مفيش مشكلة بس في الكيس بتاعتنا دي احنا بنستخدم البرامتر بالشكل ده دي نومبر تو عشان نفهم البروجرام ان انا مش محتاجة تدي له ارقام هنا جول فونكشن انا لسه محددتش مع ايه لأ انا هتدي له الارقام بتاعتي برا تمام? انا مش بلغبطكو انا بس حبيت اواريكو ان انا اقدر اعمل هنا عادي جول فونكشن واقدر ان انا دي نفسها اقدر ان انا استخدمها في اي عملية جوه الفونكشن نفسها مفيش مشكلة بس دي كانت كده الستيب الاولى الفونكشن الفيديوز الجاية بقى هنتعرف اكتر على الفونكشن والفونكشن اللي بترجع ديتا واللي مش بترجع والكلام ده كله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة